موسيقى أحيكم مشاهدين أينما كنتم جولة الصحافة من اليوم أهلا بكم اهتمت الصحف الصادرة لهذا اليوم بفاشل وزراء الخارجية الروسية سيرجي لافروف والتركي مغلود شويش أوغلو والإيراني محمد جواد ضريف المعروفون بضامني عملية أستانا في التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال اجتماعهم مع المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا في جينيف أمس والبداية من صحيفة الحياة التي عنوانت ضامن أستانا يتفقون على تيسير عمل اللجنة الدستورية حيث أعلن وزراء خارجية ضامن أستانا في بيان مشترك أنهم قرروا تيسير بداية عمل اللجنة الدستورية وإقرار قواعد عملها وفق قرارات مجلس الأمن وتوجهات المبعوث الأممي إلى سوريا وكشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان مقتضب أنه تم التوصل إلى توافق على دعم البلدان الثلاثة لعقد الجلسة الأولى في بداية العام المقبل على أن تبدأ عملية سياسية يقودها سورية والسوريون وفق عملية أستانا وسوتي وضمان وحدة وسيادة سوريا وجاء البيان عقب اجتماع لافروف مع وزير خارجية تركيا مولود شاويش أوغلو وإيران محمد جواد ضريف في جينيف مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا الذي من المقرر أن يقدم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن غدا إذ قال لا يزال هناك المزيد من العمل الماراثوني لضمان إيجاد لجنة دستورية سورية متوازنة الشرق الأوسط قالت بأنه فشل الضامنين في فرض الدستورية السورية حيث أضافت الصحيفة بأنه فشل وزراء الخارجي الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود شاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ضريف المعروفون بضامن عملية أستانا في التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال اجتماعهم مع المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا في جينيف أمس وفوج آلافروف بتمسك ديمستورا بمعايير عمل اللجنة الدستورية السورية وقائمة المستقلين فيها فانتهى اجتماع الضامنين الثلاث من دون اختراق أو تشكيل اللجنة أو مؤتمر صحفي مشترك للوزراء الثلاثة ويعني ذلك أن الملف رحل إلى يوم غد حيث ستجري مشاورات مكثفة في نيويورك بعد الإيجاز الأخير الذي سيقدمه ديمستورا قبل انتقال الملف إلى خلفه غيب ديب بيدرسون وقال قيادي سوري معارض لصحيفة الشرق الأوسط إن الفشل في أحداث اختراق أسفر عن تغيير مسودة البيان الختامي بحيث تم حذف عبارة نصت على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بالتنسيق مع جميع الأطراف القدس العربي عنوانت روسيا وتركيا وإيران لعقد محادثات بين أطراف القتال الدائرة في سوريا مطلع العام المقبل حيث أعلن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في جينيف أمس عقب محادثات مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان ديمستورا إنهم يعتزمون عقد محادثات بين أطراف القتال الدائر في سوريا مطلع العام المقبل بيد أن ديمستورا حذر من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل انطلاق المحادثات وتهدف المحادثات السورية الداخلية المزمع إجراؤها إلى إصلاح دستور البلاد من خلال لجنة تتشكل من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني حيث قال وزراء خارجية روسيا سيرجي لافروف وإيران محمد جواد ظريف وتركيا مولود شاويش أوغلو في بيان لهم إن الإصلاح سيؤدي لإطلاق عملية سياسية دائمة قابلة للتطبيق بقيادة سورية وبتسهيلات أممية نحو السلام ورغم محاولة روسيا وتركيا وإيران الإحاءة بنجاح اجتماع جينيف أمس حول سوريا واجهت اللجنة الدستورية السورية معوقات حيث جاءت التصريحات المتتالية التي أعقبت اجتماع الوزراء الثلاثة للدول الضامنة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان ديمستورا بما يوحي بذلك بحيث بقي المشهد الدستوري غامضا وفي شأن منفصل كتب موقع أحوال تركيا تحت عنوان باريس ترى أن الهجوم التركي سيلهي الأكراد عن محاربة داعش حيث تثير التهديدات التركية باقتحام شرقي الفرات وشن هجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ردود فعل دولية معارضة وفي هذا السياق اعتبر وزير الخارجي الفرنسي جانيف لوتريان الثلاثاء أن استعادة الأراضي الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا تبقى الأولوية المطلقة مع العلم أن المقاتلين قد لا يلتزمون بهذه الأولوية في حال حصل الهجوم التركي المتوقع عليهم وصرح لودريان في بياريتز في جنوب غرب البلاد حيث كان يعرض أولوبيات الرئاسة الفرنسية لقمة مجموعة الدول السبع في عام 2019 إن داعش يحتفظ بمواقع في شرقي البلاد استعادت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحارف الدولي لهذه المواقع هو الأولوية المطلقة والآن إلى الشأن العراقي عراقيا عقدة وزارة الداخلية مستمرة في العراق هذا ما عنوته العرب اللندنية في افتتاحيتها حيث سعى تحالف الإصلاح البرلماني الذي يرعاه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى عرقلة مساعي تحالف البناء الذي يضم كتلتان نيابيتان مقربتان من إيران للهيمنة على الحقائب المتبقية خلال جلسة التصويت على استكمال كابينة الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبد المهدي وصوت البرلمان العراقي على مرشح اتلاف دولة القانون قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي ونور الدليمي وزيرا للتخطيط وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة فيما تلك التصويت على هناء عمان أويل لحقيبة الهجرة والمهجرين بسبب خلاف داخلي للمكون المسيحي وقاد إلى رفضها في النهاية وبذلك يكون البرلمان ملأ ثلاث حقائب فقط من أصل الثمانية الشاغرة ما يعني أن الوزارات المتبقية هي الدفاع والداخلية والعدلة فضلا عن التربية والهجرة الشرق الأوسط قالت بأن البرلمان العراقي يمرر ثلاث وزراء في حكومة عبد المهدي حيث أنه في حين صوت البرلمان العراقي أمس على ثلاث من أصل ثماني وزراء متبقين في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن الأخير خرج عن صمته بشأن ما تبقى من حقائب وزارية في حكومتها مطالبا البرلمان بتمشيتها بالتقصيد وكان البرلمان العراقي صوت بالأغلبية على وزراء التخطيط طوري الدوليمي الحزب الإسلامي العراقي والثقافة عبد الأمير الحمداني على عصائب والتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل دولة القانون فيما فشل في منح الثقال المرشحتين لحقبتي التربية صبطائية والهجرة والمهجرين هنا عمان أويل وقدم عبد المهدي في رسالة باعث بها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسية أربع حلول لاستكمال الكابينة الوزارية وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة الشرق الأوسط فإن عبد المهدي اقترح فيها تقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية للتصويت ليتم قبولهم أو رفضها وفي الحالة الأخيرة ستقدم خلال 24 إلى 48 ساعة أسماء مرشحة بديلة صحيفة الحياة قالت بأن رئيس مجلس البصرة يطالب عبد المهدي بالتحقيق في أحداث الجمعة الماضية حيث طالب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد حميد جيطان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق العاجل بأحداث يوم الجمعة الماضية حيث تم الاعتداء على أعضاء المجلس من جانب متظاهرين متهما محافظة المدينة بالتقصير وقال جيطان في تصريح إلى الحياة إن تغاضي محافظ البصرة عن اعتداء المحتجين على مبنى مجلس المحافظة وتطويقه ومنع بعض أعضائه من الوصول وعدم تدخله باستدعاء قوات الشرطة ومكافحة الشغب لفضل الاحتجاجات وتأمين المبنى يدفعنا للتشكيك به ومفاتحته الجهات ذات العلاقة للتحقيق في تقصيرها لا سيما أنه أطلق بعد ساعات من الاحتجاجات تصريحات تكشف عن تأييده للمحتجين والآن إلى الشأن الإيراني إيرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان عيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة الأثنين الماضي قراراً يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان بموافقة 84 دولة واستمتناع 67 ورفض 30 من بين 193 دولة من أعضاء الجمعية العامة ويستند القرار على التقارير المقرر الأممي لحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن وأمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس بشأن عوضاع حقوق الإنسان في إيران وصوتت روسيا والصين والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والهند ضد القرار فيما امتنعت مصر والمغرب والجزائر والكويت وقطر عن التصويت وقبل التصويت في الجمعية العامة تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي القرار بعد موافقة 85 دولة مقابل امتناع 68 عن التصويت فيما عارضته 30 دولة صحيفة الحياة اهتمت بما قالت عنه بأن إيران تكثف حملتها على عمال مضربين حيث ارتفع إلى 41 عدد المعتقلين خلال يومين من عمال شركة فولاد الأهواز المضربين عن العمل احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم من شهور في الوقت ذاته نظم متقاعدون تظاهر أمام مقر مجلس الشورى البرلمان تحت المطر مطالبين بزيادة معاشاتهم وهدف هؤلاء الحكومة ترتكب جرائم يدعمها المجلس وعدون هنا واكذبون ويقولون إنها أمريكا واعتقلت قوات الأمن إيرانيا أمس عشرة عمال آخرين من شركة فولاد الأهواز بعدما أوقفت 31 قبل يومين وأعلن وزير العمل محمد شريعة مداري أنه يتابع أمر إطلاق العمال فيما أبلغ محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي العمال أنه يعرف تفاصيل كل مشكلات الشركة ويسعى إلى نيلهم حقوقهم كذلك ألقى ضابط في الحرس الثوري المحتجين متعهدا إطلاق العمال المعتقلين والآن إلى الشأن العالمي عالميا وإلى اليمن قالت صحيفة الشرق الأوسط بأنه هدوء حذر في الحديدة بعد اشتباكات عنيفة سبقت سريان اتفاق الهدنة حيث يسود هدوء حذر شوارع مدينة الحديدة في غربي اليمن منذ صباح أمس بعد اشتباكات عنيفة اندلعت إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة حيز التنفيذ واستمرت لنحو ثلاث ساعات وكانت الأمم المتحدة حددت منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء موعدا لبدء سريان الهدنة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين بحسب الصحيفة رغم أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الخميس في السويد نص على وقف فوريا لإطلاق النار لكن بعيد حلول منتصف الليل اندلعت اشتباكات عنيفة في شرقية الحديدة وذلك بحسب مسؤول في القوات الحكومية وسكان في الحديدة وقبل وقت قصير من بدء سريان الهدنة طلبت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية من قواتها إقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة ومدينة الحديدة وذلك حسب قرار وكالة الصحافة الفرنسية العرب اللندنية عنونت بأن السعودية تفتح بوابات الاتفاق في أكبر ميزانية في تاريخها حيث أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس عن ميزانية العام المقبل التي قفز حجم الإنفاق فيها إلى 1.11 تليليون ريال أي ما يقارب 295 مليار دولار لتكون الأكبر في تاريخ البلاد وأكد في كلمة بثها التلفزيون السعودي أن الرياض مصممة على تعزيز برامج التنمية والمضي قدما في طريق إصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص ويزيد حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة بنسبة 13% على موازنة العام الحالي التي يتشير التقديرات لأن حجم الإنفاق فيها بلغ نحو 261 مليار دولار وقال الملك سلمان إن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي في إطار أهداف رؤية المملكة لعام 2030 والآن إلى فقرة المقال ومحاز اهتمام الصحف من آراء للكتابة يرى الأكراد في المنطقة النبوتين هو الذي دفع أردوغان الخروج بالتصريح الأخير حيث ترام إلى مسامعهم أن بوتين اقترح على أنقرة أن تحتل هذه المنطقة وأن تحيل أمرها بعد ذلك إلى الأسد هذا ما أكده الكاتب التركي إرغون باباهان في مقال له لنتابع أمريكا تسعى لضمان استمرار بقائها في سوريا بأقل تكلفة ممكنة وتريد من ناحية أخرى أن تحمي أمن إسرائيل في المنطقة وتقطع الطريق أمام إيران وروسيا بالإضافة إلى ترسيخ وجودها في منطقة الشرق الأوسط أما أنقرة التي أسست علاقة استراتيجية مهمة مع روسيا فشعرت بعدم الارتياح إزاء التحركات الأمريكية في سوريا لأنها تريد أن لا يكون للأكراد أي مكتسبات على الأرض هناك تماما كما فعلت عندما تصدت لقيام دولة للأرمن في المنطقة في الماضي المقصود هنا بشرق نهر الفرات هو منطقة تل أبيض وهي ذات المدينة التي أقام بها الأرمن الذين طوردوا من تركيا خلال المذابح التي تعرضوا لها عام 1915 على يد الأتراك في مواجهة منطقة أقشى قلعة تماما ويوجد في المدينة حتى الآن 250 عيلة أرمنية وهي واحدة من الأماكن التي أقامت فيها أمريكا نقطة أمنية يرى الأكراد في المنطقة أن بوتين هو الذي دفع أردوغان للخروج بالتصريح الأخير حيث ترامى إلى مسامعهم أن بوتين اقترح على أنقرة أن تحتل هذه المنطقة وأن تحيل أمرها بعد ذلك إلى الأسد ومن المؤكد أن ترامب الذي يعيش أياما صعبة على خلفية علاقته مع روسيا لا يرغب بأن يتوجه إلى الانتخابات في ظل هذا الوضع وهناك خيار آخر يتمثل في أن ترسل تركيا آلاف الجنود إلى المنطقة ولكن سيكون هذا لفترة معينة حسب ما تتحمله الميزانية وكما هو معتاد فقد خرج علينا البنتاجون في ساعة متاخرة من الليل بتصريح جاء فيه أمريكا تشعر بالقلق من أي عملية عسكرية يزمع القيام بها في منطقة شرق الفرات وأضاف لا يمكن القبول بهذا الأمر وعلى الرغم من هذا فستظل مثل هذه السينياريوهات قائمة والواضح أن وقوعيا منها لن ينفي حقيقة أن مرحلة المهادنة بين أمريكا وروسيا قد انتهت وأصبح ابتعاد تركيا عن حلفائها من الغرب والدخول إلى منطقة فوذ روسيا أمرا حتميا وهو الأمر الذي سيخلف عواقب وخيمة على تركيا والمنطقة الكاتب محمد قواص نوها في مقال له بأنه ليس صحيحا أن ما بعد زيارة البشير ليس كما قبلها وفقا ما أوحى التحليلات دمشق ومريديها لا شيء سيذكر بعد زيارة البشير ولن يغير من أمر الزيارة شيئا على مشهد المواقف الدولية وسقوفها لنتابع اهتاج إعلام النظام في سوريا لتغطية خبر وصول الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد إلى العاصمة السورية للقاء زعيم النظام بشار الأسد الحدث لافت استثنائي بالنسبة لدمشق يستحق تعظيما وتضخيما وتفخيما على النحو الذي يوحي بأن في الأمر تحولا قد يشي بأن النظام السياسي العربي الذي جمد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011 يدلي بأعراض نقيضة ويتحضر لانعطافة لا تشكل زيارة البشير إلا إرهاصاتها الأولى لا نخطئ القول بأن العرب بمنظومتهم الجامعة أو بأجنداتهم المتفرقة هم الآن خارج أي فعل في سوريا بمعنى آخر فأنيات البشير وغير البشير من الشخصيات العربية في هذه الأوقات لزيارة العاصمة السورية فذلك تفصيل مهم في الشكل فارغ المضمون لا حساب له في تغيير موازين القوى النظمة لخرائط اللاعبين الحقيقيين فما بين أستانا وجنيف مرورا بواشنطن وموسكو وأنقرة وطهران انتهاءا بعواصم الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يبدو أن للخرطوم مكانة أو دورا بإمكانهما أن يتداعي مباشرة على قرار دمشق كما قرار العرب من دمشق ليس صحيحا أن ما بعد زيارة البشير ليس كما قبلها وفق ما أوحت تحليلات دمشق ومريديها لا شيء سيذكر بعد زيارة البشير ولن يغير من أمر الزيارة شيئا على مشهد المواقف الدولية وسقوفها وليس صحيحا أن زيارة الزعيم السوداني تمثل وغراءا لنظام دمشق بأن عودة عربية إلى سوريا قادمة إذا ما كانت دمشق مرنة في مسألة الدستور ولجانه ذلك أن ليس لدمشق أن تقرر فيما قرارها في يد رعاتها وحدهم في موسكو وطهران تكرر موسكو منذ العام الماضي دعوتها العربة لإعادة سوريا إلى متن جامعتهم زيارة البشير تأتي وفق البوصلة الروسية وتوقيت موسكو لا شك أن الأحداث التي مرت في الأيام الماضية والمتعلقة بملف اليمن والحوثيين ما بعد الحديدة من أهم ما يتصل بتحقيق عاصفة الحزم أهدافها الاستراتيجية هذا ما قاله الكاتب السعودي يوسف الديني لنتابع لا شك أن الأحداث التي مرت في الأيام الماضية والمتعلقة بملف اليمن والحوثيين ما بعد الحديدة من أهم ما يتصل بتحقيق عاصفة الحزم أهدافها الاستراتيجية اجتماع الأطراف اليمنية وبالأخص الشرعية وممثلين عن ميليشيا الحوثي أمر إيجابي بصرف النظر عن مسألة التزام الحوثيين بالاتفاق ويجب عدم إغفال تموضع أنصار الله كميليشيا مسلحة تحاول أن تمارس وتطبق نموذج حزب الله اللبناني الذي يسعى لتدمير الدولة اللبنانية الآن في تجاوز منطق الدولة والانقضاط على شرعية الثورة اليمنية وما حدث تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في ستوك هولم والاتفاق على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة التي تحوي الميناء الإشكالية هذا الاتفاق يعد فرصة لإتاحة مشروع السعودية يعادة الأمل الذي سيعمل بأقصى طاقاته التشغيلية في محاولة للتخفيف من آثار الكوارث التي حدثت بعد انقلاب ميليشيا الحوثي اتفاق الحديدة يدعو صراحة إلى ترحيل عناصر ميليشيا الحوثي وإدارة المدينة عبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات إضافة إلى مهام إزالة الألغام من ميناء الحديدة بهذه المهمة الأكبر والعودة لتشغيل الميناء بحيث يستطيع تسير الرحلات المدنيين والبضائع المقبلة وعلى رأسها المساعدات السعودية والإماراتية التي تسعى جاهدة لترميم خرائب الميليشيا الحوثية الانقلابية الرؤية الغربية الجديدة لليمن تتلخص في إيجاد خطط طويلة الأمد لإعادة تأهيل المؤسسات العسكرية بطريقة تمكنها من التصدي لجماعات العنف المنظمة كالقاعدة التي تنشط في جنوب اليمن وتنظيم دعش الذي يستثمر في الشمال خصوصا في مأرب هذه الرؤية المتحيزة تحيلنا حتما إلى أخطاء الأمريكيين في الملف الأفغاني من خلال التركيز على الأمن وإغفال مسببات انفجار الأوضاع الاجتماعية وهي مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابي الذي يريد تغيير هوية اليمن قسرا إضافة إلى أسباب اقتصادية تتمثل في انهيار مشروع الدولة والعودة إلى حالة ما قبل الدولة صحيح أن التفاؤل بمؤتمر ستوك هولم ضرورة سياسية لليمنيين لكن التعويل على ميليشيا الحوثي في الداخل شريكا في مشروع إنقاذ الحالة اليمنية استثمار في السرعب والآن إلى أخبارنا المنوعة والطريفة تصميمات نوها إشكال متنوعة تنافس معا في المسابقة السنوية لأفضل منزل مصمم من كعكة الزنجبيل والتي أقيمت مؤخرا في ستوك هولم بالسويد وفازت بها السويدية الشابة جاكلين بيرمز لنشاهد تصميمات وأشكال متنوعة تتنافس معا هنا في المسابقة السنوية لأفضل منزل مصمم من كعكة الزنجبيل والتي أقيمت مؤخرا في ستوك هولم بالسويد وفازت السويدية الشابة جاكلين برومز ذات الواحد والعشرين عاما بجائزة الجمهور الفخرية لأفضل التصميمات وكان عبارة عن منزل جميل سداسي الشكل مزين بزخارفة من السكر الأبيض إلى جانب مجسمات لأقزام مصنوعة من عجينة اللوز أو المرزبان وقالت جاكلين إنها عملية استغرقت وقتا طويلا وإنها غيرت رأيها عدة مرات ثم استقرت في النهاية على فكرة الأقزام التي كانت بمثابة اللمسة النهائية مضيفة أن فكرة هذا التصميم بدت ممتعة مع وجود العديد من النوافذ في المنزل وتابعت أن عرض الأعمال في متحف هو فكرة رائعة كما أن وجود جوائز والتنافس عليها في تقديم أفضل كعكة هو أمر ممتع أيضا وأقيمت المسابقة في المركز السويدي للفن المعماري والتصميم وواجهت برومز منافسة محتدمة في ظل وجود رقم قياسي من المشاركات التي بلغت 153 مشاركة أخرى وحضور المئات من الزائرين من محبي هذا النوع من المسابقات من جميع الأعمار ويعتبر منزل كعكة الزنجبيل جزءا رئيسيا من الاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد بالنسبة للسويديين ممن يحبون عمل الكعك وبدأت فكرة المسابقة عام 1990 ويستمر هذا المعرض في ستوكهولم حتى السادس من يناير كانون الثاني إلى فقرة الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر